لسه في كلام كتير بس برضو عايز عرف رأيك لا هو الحقيقة يمكن خلينا بقى متفقين عروض الاهلي في الفترة الاخيرة بالنسبة للجماهير وسواء كنت بتكلم على مطشاطة العبت في الدوري او مطشاطة العبت في بطولة افريقيا وتحديدا من بعد العودة من كاس عالم لاندي ما كانتش بالنسبة لجمهورنا دي الاهلي مطمئنة انا هنا سيب حضراتكم نركن النتيجة على جنب انا بتكلم على المستويات والاداء والقدرة على انك انت تخلق فرص او تستحوز باستثناء وده الكلام اللي انا قلته هنا مطش فيتا كلوب هنا في القاهرة اللي ما حلفناش فيه التوفيق وتعدالنا فيه اتنين اتنين انا بشوفها الحقيقة وقلت الكلام ده قلت انها واحدة من اقوى المباريات اللي قدمها نادي الاهلي هذا الموسم كون انو النتيجة ما تلعتش زي ما احنا عايزين دي قصة تانية لكن لما تيجي تقايم اداء الفرقة تراجع ارقامها تشوف قدرتها على الاستحواز والسيطرة وخلق الفرص لا واحدة من افضل مباريات الاهلي بدون شك لكن اللي انا عايز اقف معاه هي فكرة شخصية البطل المصطلح ده مش كلام مرسل وخلاص يعني ما بنقول روح الفانيلا الحمرة وشخصية البطل ده مش كلام دعم معناوي ومش كلام يعني شعرات لا انت بتتكلم على فريق في اخر عشرين سنة في اخر عشرين نسخة من دور ابطال افريقيا الاهلي وصل اكتر من عشر مرات لفاينال البطولة يعني بتتكلم على فرقة مرعبة يعني بتتكلم على شخصية البطل بجد في افريقيا اللي بيلعب على ارضه او بيلعب بره ارضه ما عندوش هدف تاني غير المكسب وده كان الرهان على فكرة انا قلت للناس بعد ما خسرنا ماتشو سنبة وناس كتير ما صدقتنيش الاهلي ان شاء الله هيخلص دور المجموعات ده متصدر مجموعته وجوا مكلموني لما تعدلنا انا في القاهرة مع فيتا كلاب شوفنا احنا مش عارفين انه ماتشو والحسابات قلت لهم الاهلي ان شاء الله باذن الله قادر يتجاوز وكلمت حضراتكم في الحلقة الاخيرة في السادسة قبل ما ماتشو فيتا كلاب على طوله قلت ايه قلت عد علينا اصعب من كده بمراحل وملاعب افريقيا تشهد كسبنا ابطال افريقيا على ارضهم وفي ملعبهم وحققنا لقب البطولة بر ملعبنا يعني فرقة كان عندها القدرة انها تحقق البطولة قدامها تاولة افريقيا خارج ارضها حنيجي في ماتش زي فيتا كلاب الرهان بس على حاجة واحدة شخصية البطل تحضر وده اللي شفناه في ماتش فيتا كلاب وده اللي بيقول انه العشرة ممكن العشرة يا اهل